موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم للتاريخ نعم للتاريخ كتبا بدم الأسود في قطر 2022 حيث المنديال حيث الساحرة المستديرة تتلاعب بأقدام أفضل النجوم كتب بالروح كتب بشعار المملكة الخالد في قلوب كل القلوب الله الوطن الملك من طنجة إلى القويرة من الشرق إلى الغرب هنيئا للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بهذا الانتصار على حساب كندا كنتم رجالا ورجال ولكم من التحية والتقدير واحترام كبير على هذا الأداء الرجولي حسة أخرى مشاهدين الكرام من حسة ضيف المساء نخصصها بالكامل بطبيعة الحال لإنجاز أسود الأطلس في قطر لمنتخبنا الوطني مع الصحفي الرياضي حمزة الشيوي حمزة مساء النور ألف مبروك مساء الخير عزيزي عثمان مساء الخير لكل مشاهدين الكرام الله يبرك فيك مبروك علينا جميعا مبروك على المملكة المغربية من الشمال إلى الشرق إلى الجنوب إلى الغرب هذا الإنجاز التاريخي وربط الحاضر الماضي الجميل بحاضر أجمل وتكرار إنجاز أساطير أساطير رفاق الأسطورة بادو الزاكي في مونديال المكسيك ستة وتمانون تسعمائة وألف بإنجاز آخر في مونديال قطر نعم كيف تبات أداء الأسود حمزة أكيد على أصابك طيلة خمسة وتسعين دقيقة أكيد أداء الأسود لم يبدأ اليوم من مباراة كندا وإنما البداية كانت من الجولة الافتتاحية أمام كرواتيا عندما أوقعتنا القرعة في مجموعة السادسة الضم كرواتيا بلجيكا وكذلك منتخب كندا هناك من وصفها بمجموعة الموث ولا أحد كان يراهن على الأسود بأن يتسيدوا هذه المجموعة ويتأهلوا متربعين على عرش الصدار المنتخب المغربي دخلت تدريجيا تعادل أمام رفاق لوكا مودريش ثم انتصار على رفاق إيدان هازار وتأكيد هذا التفوق على حساب المنتخب الكندي أداء بطولي أداء رجولي لأبناء المدير الفني الإطار الوطني وليد الرقراقي ماذا يمكن أن نقول عن هذا الإنجاز إنجاز يكتب كما تفضلت عزيزي عثمان بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم سواء المغربية الوطنية أو العربية والإفريقية والقارية كمغربي كصحفي رياضي أكيد تبعت أسود الأطلس لنا ربما لحظات جميلة مع أسود الأطلس في كاس إفريقيا أيضا في عديد المباريات كيف ربما تشعر الآن بهذا الإنجاز حمزة؟ أكيد هو إنجاز للتاريخ نقول على أن الشعب المغربي شعب شخوف بكرة القدم وأنا في طريقي إلى استوديوهاتكم هنا كل الأطياف وكل الأجناس وبمختلف الأعمار الجماهير المغربية خرجت إلى الشوارع لتطلق العنان للأفراح بهذا الإنجاز التاريخي الشعب المغربي شعبي يتنفس كرة القدم هي مشاركة مونديالية للمرة السادسة في التاريخ أفضل إنجاز كان في مونديال المكسيك 86-900 منذ ذلك الحين غبنا طويلا شاركنا في مونديال فرنسا 98 غبنا لعشرين سنة مشاركة في مونديال روسيا لكن هذه المشاركة لها طبع خاص لأنه لأول مرة مدرب مغربي يقود المنتخب إلى الضورة الثانية شاركنا مع المرحوم عبدالاب ليندا في مونديال بلاد العم سام سنة 94-900 لكن اليوم إنجاز آخر يكتب لأبناء المدير الفني وليد الرجراجي وصدقني على أن كرة القدم تكتب سطرا جديدا في تاريخ كرة القدم العربية والجميل هو أن كل العرب كانوا يراهنون على الأسود والأسود كانوا في الماء كنت تثق في أسود الأطلس قبل انطلاق المونديال بأنهم سيوقعون هذا الأداء هذه ربما الملحمة الكروية التي انطلقت أمام كرواتيا مرورا ببلجيكا أداء رجولي لم يتوقع أحد بأننا سننتصر على بلجيكا ولو أنه في رأيي نمتلك كل المقاومات بلجيكا لديها دي بروين نحن لدينا زياج بلجيكا ربما فازت علينا في تاريخ مضى أيضا نحن فوزنا عليها وآخر مباراة جماعتنا معها فوزنا عليها بأربعة لواحد جيل سوفيان علودي وطارق سكيتيوي ومجموعة من اللاعبين كنت تظن بأن أسود الأطلس تحقق هذا الإنجاز؟ صدقني عزيزي عثمان أنا كنت أتمنى لو عدنا بعقارب الساعة للوراء أن تتم إقالة البوسني وحيد حليلوزيت وكنت أقول على أن الحلقة المفقودة في المنتخب المغربي هو ذلك المدرب الذي يتحكم في مستودع الملابس ويشحن الهمام المغاربة ملوك المهارة في الوطن العربي السايل قديم أكيد المغاربة أقول ملوك المهارة في الوطن العربي لدينا أسماء رنانة تنشط في البرمير ليغ في الكالتشو في لا ليغا في الليغانة الفرنسية مغاربة الخليج مغاربة الدولي الاحترافي أسماء كبيرة يعني قاعدة الاختيار نفتخر بها كنا في حاجة إلى ذلك القائد الذي يمكن أن يجعل من هؤلاء النجوم مجموعة واحدة ويعتبر النجم الأول والأخير هو المجموعة لما تمت الاستعانة بوليد الرقراغي كنت سعيد وسعيد جدا لهذا الاختيار لماذا؟ لأنه لو تتذكر وليد ما فعل مع القلعة الحمراء الوداد الرياضي تسيد القارة الصمراء وهو الذي جاء للوداد والوداد تعاني الأمرين مرحلة فراغ مرحلة فراغ كبيرة وكبيرة جدا وكانت الوداد على أبواب تسريع عدد من اللاعبين جاء الرقراغي شحن الهمام وصار له فريق قوي الرقراغي هو ذلك المدرب الذي كنا نبحث عنه في المنتخب المغربي ابن البلد لعب مع المنتخب المغربي لسنوات محترف متميز في طريقة التواصل كذلك يشحن الهمام في مستودع الملابس وقل ما تشاء على مدرب ماذا تغير في رأيك على مستوى أسود الأطلس الدريجة شي حاجة تغيرت ربما على مستودع الملابس روح كبيرة جدا خليل يوزيتش ذلك الرجل الذي يقف في ربما جنبة الملعب يناظر الكرة يضغط على اللاعبين قال بأن حاكم زياش لعب متكبر عكس ذلك تابعنا اليوم ربما أكثر شيء ربما نال إعجابي ونال إعجاب المغاربة وأنت منهم هي ردة في زياش فيما يخص المباراة في المنديال أكيد ويكفي عثمان أن نقول على أن المدرب البوسني سامحه الله بين قوسين يحرمك من يسرى ساحرة لمايسترو حاكم زياش ويحرمنا كذلك من لاعب استحق الرسمية وأين في نادي باير ميون خلدي لا يترك أي صغيرة وكبيرة لصفالة ونصير مزراوي يعني جعل المنتخب يعاني الأمرين وصدقني على أنه كان سيصنع مشكل خطير وخطير جدا سأقول لك لماذا تخيل على أن المواهب الصاعدة في هولندا وبالجيكا تعتبر زياش ومزراوي هما القدوة وتجاهل هما بعيدين عن المنتخب المغربي فكيف سيكون لهم الإقبال على المنتخب اليوم عادوا مع وليد الرقراقي وجاء بلال الخنوس الذي كان مطلبا في بلجيكا ومن من؟ من المدير الفني للمنتخب الأول روبيرتو مارتينيز فأنا أقول اليوم حتى نترك الماضي ربما ونعيش نشوة الفرحة الحالية في هذا الحاضر الجميل وليد الرقراقي هو تلك الحلقة المفقودة التي كنا نبحث عنها من زمان وأنا أقول أن هذا الرجل صنع لنا إنجازا في مونديا القطر وممكن جدا أنه يذهب لأبعد من دور 16 ويدخل للتاريخ يعني بصورة أكبر وأكبر وأقول على أنه حتى ذلك التاج الإفريقي الغائب منذ دورة إثيوبيا بأليس أبابا سنة 76-900 ألف ممكن أن نحصل عليه مع هذا المدرب الشاب الأنيق المميز في ثواني لو سمحت حمزة ربما هل سنقلق بعض المنتخبات المرشحة للفوز باللقب من أمثال مثلا إنكيلترا فرنسا اللي يجوا في الالين دينا أنا لو صنفت المنتخبات على المستوى العالمي أقول المنتخب المغربي من المنتخبات اللي من الدرجة الثانية عالميا يعني بإمكانه أن يزعج الكل إنكيلترا، البرازيل، الأورجنتين وشهدنا أن المنتخبات كبيرة توضعت ألمانيا نهزمت أمام اليابان الأورجنتين توضعت أمام السعودية والمنتخب المغربي أكد ذلك المستوى التصاعد وأنت تفضلت أثمان على أنه لدينا أسماء تنشط على مستوى عالي لديك أفضل حارس مرمى في الليغة لديك في البريمير ليغ عندك حكيم زياش عندك أسماء كبيرة وكبيرة جدا أشرف حكيمين وصير مزراوي غانم سيس وقل ما تشاء على تشكيلة رائعة ورائعة جدا أقول اليوم الأسود قد ينافسون وخليني أقول لك في ثواني على الوليد الرجراكي سبق وعن قال في مؤتمر صحفي سابق لو تجاوزنا الدور الأول سنكون خصما صعبا لكل المنتخبات التي نواجهها كيفما كان نوعها وقيمتها على المستوى العالم نتمنى إن شاء الله توفيق زميلي حمزة لمنتخبنا الوطني أنا سعيد بك سعيد بحضورك معنا عبر انفانتكات ونراك إن شاء الله في حصة أخرى حمزة وأنا أسعد عزيزي أتمان بتواجد معك شكرا على الدعوة شكرا لكل جنود الخفاء ولمشاهدين الكرام شكرا لك زميلي حمزة وأيضا الشكر موصول مشاهدين الكرام لكل زملائي ولكم إلى اللقاء